اشتركوا في القناة كان وحيد عنده طلب من الأحباء المسلمين أعطونا مرة واحدة عاقب فيها إله القرآن أو قال أنه سيعاقب أتباعه على الخطيئة وعلى مدى الثمان حلقات ما لدينا أي استجابة لطلب وحيد ويقول لكم شهود على كده كلام ده بيقودنا لسؤال تاني لماذا؟ ليه إله القرآن ما عاقب المسلمين على خطاياهم النهاردة بنعمة المسيح سنتعرف على الأسباب وخلونا نشوف مع بعض عنوان حلقتنا النهاردة كيف نطالب إله الإسلام بما لا يعرفه ولا يفهمه بنرحب بوحيد وبنبدأ نشوف موضوعنا ونشوف السؤال والإجابة عليه أهلا بك وحيد أهلا فدوة وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان رب يبارك حياتكم جميعا في عنوان الحلقة يعني ملفت جدا للانتباه أنه إله لا يعرف ولا يفهم إيه اللي ما بيعرفه إله الإسلام وما بيفهمه؟ أعتقد إحنا ذكرنا يعني في حلقة سابقة طبيعة الخطيئة هو يتساهل مع الخطيئة ولا يعرف طبيعتها الخطيئة عقوبة موت وهو لا يفهم هذا الأمر ولم يتعامل مع الخطيئة على هذا الأساس فإحنا كيف بنطلب منه أنه يعاقب على خطيئة شعبه ناسه المؤمنين به اللي بتبعوه يعني إذا كان هو صرح ليهم بأفعال يفعلوها في نظر أهل الكتاب خطايا قاتلة وحس أذكر يعني بعضها تلميحا لأنه ده مش الموضوع الأساسي فبالتالي كيف إحنا بنطالبه أنه فين أنت عاقبتهم على خطايا زي الكتاب المقدس في الكتاب المقدس نقدم مئة مرة عاقب الله شعبه تابعيه عشان يرتكبوا خطيئة واضحة في الكتاب المقدس وقبل أن يرتكبوا الخطيئة قال لهم لو أخطأتم حعاقبكم أخطأوا عاقبهم وعاقب شعوب طيب أنت النهاردة وسط هذا الكم الهائل من الأحداث الموجودة في الكتاب المقدس والأحباء المسلمين مش فاهمينها وربما بيعترضوا على بعض منها طيب اعطونا أنتم مرة واحدة وهذا كان طلبي خلال حلقات كثيرة سابقة فيها عاقب إله القرآن المسلمين في القرآن على خطيئة ارتكبوها مرة واحدة ما فيه يمكن أنا لا أعرف طيب قدموا لنا لو فيه لو سمحت الدونة في المقابل نحن نقدم العشرات وأيضا أعطونا مرة واحدة عاقب الله شعبا لم يخطئ يبقى إذن العقوبة بسبب الخطيئة وبتعبير اللهوتي الصرف نتيجة الخطيئة موت عقوبة الموت نتيجته الخطيئة تلد موتا هذا القانون الإلهي الموجود فالنهاردة إذن هذا كان عنوان الحلقة كيف نطالب إله الإسلام بما لا يعرفه ولا يفهمه كيف نطالبه بأنه في مرة كنت أنت مثلا عقبت شعبك طيب يعقبه عليه إذا كان هو الخطيئة أحيانا باركة بها أدباعه خطيئة قاتلة فإحنا على أي أساس نقول له طيب إنت عقبتم على خطيئة طيب هو أصلا الدام الخطايا مرسوها ويمكن واحد يقول لي يا رجل اتق الله كيف الكلام ده خلينا نشوف المراجعة الإسلامية ما الذي تقول في هذا الإطار طيب سفضل دخليني في البداية أحط كذا مقارنات برضو عفوا هحط العنوان ده بين الطريق الضيق والطريق الواسع ده تمهيد نعم عشان أدخل للموضوع بتاعي في الكتاب المقدس قال المسيح له كل المجد في الموعزة على الجبل أحلى كلام سمعوا البشر ودخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه ونوضع خط وللخط سبب اللي أنا وضعه الباب واسع رحب ما فيه تعب ما فيه ألم ما فيه ضيق لكنه بيؤدي للهلاك زي ما أنتوا شايفين في النص كثيرون هيدخلوا منه الغالبية هم اللي هيدخلوا من الباب ده لأنه سهل رحب واسع في المقابل اللي هو بيقول لنا هنا في البداية بيقول لنا ادخلوا من الباب الضيق شكلوا إيه الباب الضيق ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هناك كثيرون هم الذين يجدونه هناك يدخلونه لا هنا يجدونه لأنه عايز بحث عايز تفتيش المنطق يقول إن كان هناك طريق للحياة لابد أن يكون شاق لابد أن يكون فيه ألم النهاردة لو أنت بتدور على كنز والكنز ده محتاج تعب وشقاء ويمكن سفر في غابات وغيره عشان تلاقي الكنز صحيح الحياة أيضا طريقة كرب فهنا ده ده كلام المسيح له كل المجد لم ينزل إلى مستوى البشر ليقول لهما أنا بديكم طريق واسع وميسر وحل يعيشوا فيه بقى لا أعطانا شخص نموذج النموذج الكامل وإحنا بنقتدي بالمسيح على قدر ما نستطيع في طبيعتنا البشرية لكنه أظهر لنا الحقيقة أن الطريق للحياة غير الطريق للهلاك طريق الهلاك واسع ورحب وكسرون يدخلونه طريق الحياة صعب كرب قليلون يجدونه ده منظومة الكتاب المقدس طيب مش عايز أردد وقول بعهديه طالما قلت الكتاب المقدس بقى بعهديه نأتي إلى القرآن سورة الحج 78 يقول وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم ما جعل عليكم في الدين من حرج يعني ما جعل عليكم في الدين من حرج نروح للعلماء عشان نفهم يعني ما جعل في الدين من حرج نروحنا لابن كسير وما جعل عليكم في الدين من حرج أي ما كلفكم ما لا تطيقون وما ألزمكم بشيء يشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجا فهنا لما أنت تجي تقول ما كلفكم ما لا تطيقون إبقى أنت نزلت المستوى الإنسان اللي ما بيطيقه مش هتدهوله لا إحنا وصيع الكتاب المقدس ما لا نطيق ما لا نحتمل ما لا يحتمله الإنسان بطبيعته البشرية أن تحب الآخر تحب الأعداء ده بالطبيعة البشرية لا يمكن طب يا رب كيف أنا القدوة أنا حديك الإمكانية أنك تعيش كذا روحي يعيش فيك وبالتالي إنعكاس لروحي في حياتك حيكون سلوكك لكن هنا بيقولهم لا أنا بنزل لمستواكم ما حديك حاجة ضيقة يعني تضيق عليك الطريق بتاعك دين رحب دين واسع فهنا يكمل قال ابن عباس في قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج يعني من ضيق ما حديك حاجة فيها ضيق نروح للشيعة نجد نفس المفهوم التبرصي وما جعل عليكم في الدين من حرج أي من ضيق لا مخرج منه ولا مخلص من عقابه بل جعل التوبة والكفارات ورد المظالم مخلصا من الزنوب فليس في دين الإسلام ما لا سبيل إلى الخلاص من العقاب به فلا عذر لأحد في ترك أهل استعداد للقيامة استعداد إيه؟ أنت يا واحد عايز تستعد للقيامة بتديله طريق واسع ورحب وتقول له عيش بتديله ملكات يمين وتديله إيه وإيه وفي السماء بتديله عفوا حاشا لله في الجنة بتاعتهم بتديله حوريات وغيره بتقول له عيش متع نفسك عيش حياتك طب رسي ينقل رأي آخر يقول وقيل معنىه أن الله سبحانه لم يضيق عليكم أمر الدين فلن يكلفكم ما لا تطيقون بل كلف دون الوسعة يقل من الوسعة فلا عذر لكم في تركه وقيل معنى آخر إنه يعني الرخص عند الضرورات وذي طبعا دباب كبير واسع واسع جدا في الإسلام الضرورات تبيح المحذورات يعني على كلام المسيح كده يكون الإسلام طريق رحب وواسع طبعا ده طريق الشيطان نعم واسع وراحب هو القرآن نفسه بيعترف بالكلام ده وإله القرآن وإله الإسلام يعترف بهذا الكلام إله محمد فالإسلام يسر وليس عسر خلينا أديلك بعض الأحاديث الصحيحة صحيح البخاري كتاب العلم عن النبي قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا صحيح مسلم كتاب الجهاد يقول قال رسول الله يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا فمن البداية قائم على تعاليم أساسها طبيعة الإنسان الساقط اليسر الإنسان الساقط لا يريد شيء تضيق عليه الجسد ما عايز شيء قوانين تحكمه وهكذا خدعهم بالحور العين خدعهم بالجهاد في سبيل الله خدعهم أن الطهارة بالوضوء والحج خدعهم المصيبة خدعهم بأن ملك اليمين تشريع إلهي يعني واحد يكون عنده واحد واثنين وثلاثة وعشر ملك يمين لهم زوجاته وله الحق في ذلك ومع ذلك يمارس الجنس معهم تحت مطية اسم ملك يمين ملك يمين أي بدون زواج والمصيبة كذلك أنه خدعهم بأن المتعة تشريع إلهي وما أكثر ما خدعهم به وكل تحت يسر ولا تعسر خدعهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس تأتون بالناس والسلاسل في أعناقهم ليدخلوا الإسلام ده ده الدين المريح نعم تزوج واحدة ليه تزوج أربعة وما ملكت أيمانكم ما عجبتك دي طلقه جيب واحدة تاني ده دين يعني عالمي يعني بمعنى دنيوي بمعنى ليس له قيم روحية الدنيوي يعني مش سماوي عالمي يعني من هذا العالم وليس ولا يؤهل الإنسان للسماء إنما يؤهل أنه يعيش في في إشباع شهوات الجسد في هذا العالم واحد من الأحباء المسلمين مرة بتكلم معاه في موضوع الزوجات قال لي يعني واحدة ما بتكفيه يروح يزني يكون عنده عشيقة يعني ولا يزوج واحدة تاني فالفكر كيف يجبع الشهوة نعم طبو أنت يعني يعني أنت ما فكرت أنه عندك مشكلة أنه إنسان ما ما عارف تعيش مع زوجة واحدة لازم يكون اثنين وثلاثة وإشباع شهوات يبقى يبقى الفكرة في تعدد هو إشباع الشهوة ليس أكثر من ذلك وهكذا ملك اليمين إلى آخره فإذا هو التيسير هو الموضوع في هناك المسيح لا باب ضيق وقرب أرس ترسل أكمل أنا عندي بس حتة أنه الإسلام طريقه سهل وبابه واسع وكل اللي بينكروا الإله برضو أنت بتتكلم عن مش عايزين قوانين تتعبنا وتضايقنا سيبونا نعيش حياتنا زي ما إحنا عايزين صحيح فكل اللي بينكر الإله عنده نفس المنظومة عايز الباب الواسع أشكرك وفي نفس الوقت خليك أنت في حالك أنت في سماك وإحنا في أرضنا نعمل اللي إحنا عايزينه ما لكش يدعوه بي الضبط أشكرك أنا ما بسط للباب ده من الزاوية دي يعني هو اللي بيقول ما في إله ما عايز قيود نعم وهنا في الإسلام فتح له الباب على مصرعيه يعني وكمان في جنتهم الباب ما أوصع يعني نعم صحيح أكل وشرب وجنس وما خوفي أعظم وما عرفناه سيء جدا نعم خلينا أقولك يعني أكذوبة ضمن الأكاذيب اللي هي ساقها الإسلام حديث رواه عبد الله بن مسعود حدث به الوادعي في صحيح المسند خلاصة حكم المحدث حسن أتيت بالبراق ده رسول الإسلام حيكلم نعم أنا ما بعرف البراق ده ولا نبي من الأنبياء كان عنده فجأة لقين البراق يظهر في الإسلام وإيه هو البراق دابة أقل من الحصان وأكبر من الحمار يعني زي البغلة كده هو البغلة في الوسط ده يعني بيطير وسريع المهم أتيته بالبراق بس لازم تفكر إذا كان البراق ده موجود عند الأنبياء كان ظهر عند الأنبياء صح؟ لكن أول مرة نسمع به في خرافة رسول الإسلام أتيته بالبراق فركبته خلف جبريل خلف جبريل ركب يعني ردفه جبريل جبريل ردف الرسول بالبراق زي ما بيحصل في جزيرة العرب واحد راكب حمار والتاني ردف وحمار والرسول ردف قبل كده أبا زر وغيره يعني نعم هذا ردفه هنا فأتيته على رجل قائم يصلي مشوا بالبراق وصلوا في مكان ما في السماء واحد لقى واحد بيصلي من هذا يا جبريل ده الرجل اللي بيصلي بيسأل جبريل ساب الصلاة دلوقتي هو قال هذا أخوك محمد فرحب بي ودعا لي بالبركة فقال سل أمتك اليسر خل بالك لازم تيسر لأمتك لأمتك نعم طيب استنى بس قبل ما تواصل رجل قائم يصلي مفروض ده في الجنة ماذا كده هي الجنة فيها صلاة مفروض لا ماذا الجنة أمه فاضية ما فيهاش تكليف صحيح وهو مادة تناقضات الكثيرة اللي انت ممكن تلاقيها وهو فاضي أصلا يصلي إذا كان أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون نعم فرحب لي ودعا لي بالبركة فقال سلم لأمتك اليسر نعم يعني انت جاي في فكره انا جاي اديك اليسر اديك العالم اديك الغزوات والحروب والنساء وما ملكت الايمان الى آخرين نعم الباب الواسع الباب الواسع نعم شوف الكذبة هنا فقلت من هذا يا جبريل فقال هذا أخوك عيسى آه ده انت لو بتعرف عيسى احنا ما نعرفش مين عيسى لكن مقصود به المسيح نعم لو بتعرف المسيح ما تقول انه هو اللي قال لك يسر يعني هذا العيسى بيقول لك انت يسر وهو ما يسر لأتبعه قال لهم باب ضيق وقرب وسكة صعبة وحتلقوا اضطهات في العالم جايد الوقت يقول لك انت يسر كذبة وفتوحة بصراحة لك يزيب كده بتنسج لكن مش شاطر فيها ثم قال ثم سرنا لسه ماشي بالبراق فأتيت على رجل قال من هذا معك يا جبريل قال هذا أخوكم محمد نفس الموضوع قال فرحب بي والدعلي بالبركة وقال سل أمتك ليسر فقلت من هذا يا جبريل قال هذا أخوكم موسى يعني موسى وعيسى بيطلبوا اليسر لأمة محمد وهم ما عملوا اليسر لأتبعهم طيب هو كل اليسر اللي موجود في القرآن وفي الإسلام ولسه عيسى وموسى بيطلبوا أنه يسر أكتر زيادة شوفي الكذبة مكشوفة آخر واحد يدعو أو حتى يتكلم عن التيسير هو عيسى المسيح عيسى يمكن يتكلم لأن عيسى ده احنا ما بنعرفه بصراحة عيسى ده اختلاق أو تصحيف للغة هو ما عرفه رسول الإسلام فقال عيسى فكل تعاليم المسيح ضد العالم كل تعاليم المسيح ضد العالم يعني ضد العالم يعني العالم صعب أنه يتقبله حينما يقول أحب أعداءكم من في العالم يقبل هذا الأمر هذا ضد العالم ضد الجسد ضد الشهوات ضد الخطيئة نعم أما أنك تأتي بتعاليم هي تتلاءم مع العالم ومع الحياة مع حياة الشهوات والخطيئة والرزيلة فده ما هوش المنهج الروح السماوي إطلاقا نعم فآخر واحد يقول لك يسر هو عيسى حتى عيسى المبني عرفه ما ممكن يقول يسر الذي يسر ينزل لمستوى البشر يعني يسر يعني ما حضايقك خلي بالك حديك اللي انت بتقدر تعمل اللي انت عايزه آه ما فيه حاجة يعني فما الجديد طيب قطاع الطرق كده عايشين كده وانت ذكرت أن الملحدين بيقولوا ما فيش إله صحي هم مش عايزين أي قيود نعم أما المسيح فأعطانا وصاية تناسب مع قامته هو ليرفعنا إليه لا ليحطنا إلى مستوى البشر نعم أواصل فضل في منظومة التيسير يعني الراوي محجن بن الأدرع المحدث الألباني في السلسلة الصحيحة خلاصة حكم المحدث إسناده صحيح إنكم أمة أريد بكم اليسر أنت أمة أريد بكم اليسر والراوي أيضا محجن بن الأدرع المحدث الألباني في السلسلة الصحيحة خلاصة حكم المحدث إسناده صحيح رجال والثيقات وحدث بي أحمد شاكر في عمدة التفسير وإسناده صحيح وحدث بي الألباني في الجامع صحيح الجامع وإسناده أيضا صحيح أن رسول الله رأى رجلا يصلي شوفي شوفي المصيبة هنا فترآه بصره ساعة فقال أتراه يصلي صادقا يعني رجل شاف رسول الإسلام بيصلي وقت طويل ساعة بيصلي أنت اللي بتتكلم عن النيات بتدخل في النيات ليه فرح بيسأل آه تراه يصلي صادقا ده بيصلي صادق إلا حصل بقى قال قلت يا رسول الله هذا أكثر أهل المدينة صلاة فقال رسول الله لا تسمعه فتهلكه يعني ما تخليه يتكبر يغطر في نفسه ما تسمعوا الكلام ده بعد كده يقول وقال رسول الإسلام إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم العسر إن خير دينكم أيسره خير دينكم دينكم أيسره أحسن حاجة أنت تختار الأيسر ما تختار الصعب طب يعني الراجل ده اختار الصعب بدل ما تمدحه هو جاعد فين وهو جاعد بيصلي نعم فإنت المفروض تمدحه ده أنت بتقول واحد من عند الله وده واحد مفروض بيصلي لله إلهك اللي خلائك طول في الصلاة امدحه راجل رائع بيطول في الصلاة عاوز يصلي قال له ده عسر ده ما يسر إيه الدليل بقى؟ الدليل أن هذا الحديث بألفاظ أخرى لمحجن بن الأدرع الراوي حد سبيل ألباني في السلسلة الصحيحة خلاصة حكم المحدث إسناده صحيح رجاله ثقات يقول إن الله رضي لهذه الأمة اليسرى ده رسول الإسلام بيقول لهم نعم وكره لهم العسرة عشان كده واحد زواج ده غنم ما يفهم يعني أحب أعداءكم قالها ثلاث مرات ثم يقول وإن هذا الرجل اللي بيصلي ده أخذ بالعسر وترك اليسرى ده أخذ بالعسر وترك اليسرى يا رجل امدحه فأنا حطيت التعبير ده ياريتني كبر الشاشة كده شوي فإن كان هذا هو مفهوم إلى الإسلام وكاتب القرآن ونبي الإسلام بين العسر واليسر يعني فكيف نطلب منه برهانا قرآنيا على أية عقوبة للمسلمين على أية خطية ارتكبوها وده المدخل بتاع الحلقة يعني صحيح هو مدخل طويل لكن بيورينا الفرق في التفكير ده جاي يوسع يدي الجسد حاجاته نعم وأنا أقول الجسد مش الجسم هنا الجسد يعني الطبيعة الساقطة وده الرب يسوع أتى لكيما يقول لا طريق العالم وطريق الجسد لا أنا طريقي للحياة صعب كرب قليلون يجدونه يبقى إذن التفكير من الأول ليس واحد صحيح لكذا كاذب من يقول إلهنا وإلهكم واحد صحيح أنتقل بسرعة إلى هذا العنوان المغفر بين التوبة والمعصية في لوقة 13 من 1 ل 5 قال المسيح له كل المجد وكان حاضرا في ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليين الذين خلط بلا تزدمهم بذبائحهم فأجاب يسوع وقال لهم أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خطاطا أكثر من كل الجليليين لأنهم كابدوا مثل هذا اسمع القانون الإلهي في كتابنا المقدس كلا أقول لكم بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون يبدأ الخطيئة بتهلك نعم لو ما تبتوش مش التوبة بتاعة الإسلام اللي هي غريبة جدا لا هنا بيتكلم عن التوبة بالمفهوم المسيحي وعندما تأتي حلقة التوبة سأقدم الفرق الضخم بين الاثنين نعم فجميعكم كذلك تهلكون ثم المسيح من نفسه قال أو أولئك الثمانية عشر الذين سقط عليهم البرج في سلوام وقتلهم أتظنون أن هؤلاء كانوا مزنبين أكثر من جميع الناس الساكنين في أورو شليم يقول نفس المنظومة كلا أقول لكم بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون يبقى إذن هنا بنشوف كلام المسيح واضح وبين وظاهر لو ما تبتوش حاته لكم يبقى الهلاك سببه عدم التوبة عدم التوبة يعني إيه عدم التوبة؟ يعني الإصرار والبقاء والخطيئة نعم نعم يبقى الهلاك أساس والخطيئة فهنا إحنا بنشوف القانون الكتابي عندنا واضح جدا عايزين بقى نشوف في الجانب الآخر إيه شكله طيب أروح إلى صحيح مسلم كتاب التوبة عن النبي فيما يحكي عن ربه عز وجل قال أذنب عبد زنبا فقال ده إله محمد بيتكلم إنه في عبد أذنب هذا العبد لما أذنب فقال اللهم أغفر لي زنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبد زنبا فعلم أن له ربا يغفر الزنب ويأخذ بالزنب ثم عدف أذنبا فقال أي رب اغفر لي زنبي فقال تبارك وتعالى عبد أذنبا ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأزنب فقال أي رب اغفر لذنبي فقال تبارك وتعالى أزنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الزنب ويأخذ بالذنب هذا الإله يعني ببغاء كده بيرد الكلام هو حافظه نفس الكلمتين بيقولهم في كل مرة لكن المصيبة القادمة ماذا قال في هذه المصيبة اسمع معي وإن كنت تفهم هذا الكلام فلن تقبله يعني من إله يدعي أنه الإله فقال تبارك وتعالى أزنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر بالذنب ويأخذ بالذنب ثم قال لهذا العبد اعمل ما شئت فقد غفرت لك قال عبد الأعلى لا أدري أقال في الثالثة أو في الرابع اعمل ما شئت عبد الأعلى ده منشغل بس فيه في الثالثة ولا في الرابعة منشغل في الكائثة الموجودة هنا اعمل ما شئت فقد أغفرت لك لا ده ما الإله الإله ما بيقول اعمل ما شئت وانا طالما أنا بغفر لك أو أنا حاغفر لك طالما أنت بتقول أنا مزل وهذه التوبة في الإسلام فرق كبير جدا فهناك بنشوف إن لم تتوبوا يعني التوبة يعني تغيير الاتجاه 180 درجة الإسلام بيقول له لا خليك في الاتجاه بتاعك زي ما أنت ماشي بس تغلط تتوب يعني يا توب هم مش عارفين يعني يا توبة نعم عندما التوبة مش عايز أكشف الموضوع دلوقتي بس إحنا عندنا التوبة لا أنت بترجع 180 درجة التوبة تغيير القلب والفكر تغيير الضمير تغيير كل ده اسمه التوبة ميتانيا تغيير الاتجاه من واقف إلى ساجد من متجه كذا بيتجه كذا 180 درجة نعم توبة الرجوع تغيير المسار تغيير القلب إنما ده بيقول له خليك فيه المسار بتاعك بس تتوب كل ما أنت بتتوب أنا بغفر لك ما عندك مشكلة ده غلط ده مش الإله الحقيقي ده إله كذاب عايزك تستسهل الخطيئة وتقعد فيها بس تقول اغفر لي أتوضى تغفر لي الخطيئة أصلي تغفر لي الخطيئة أروح الحج تغفر لي الخطيئة الخطيئة لا تغفر بهذه الأمور اللم يتغير الإنسان من القلب من الداخل طب تغير إزاي أدو روح المسيح اللي بيغير لا أنا ولا أنت بنقدر علي عمل إلهي تسلم حياتك للمسيح يعمل فيك مش عاوز برحتك خلينا أكمل الحتة دي لو سمحت شرح صحيح مسلم لعبد الباقي ما أنا رحت عشان أشوف إيه يعني اعمل ما شئت فقط غفرته لك شرح صحيح مسلم لعبد الباقي شرح النووي على صحيح مسلم شرح الديباج على صحيح مسلم فتح الباري بشرح صحيح البخاري رحت الكل دول عشان أفهم الحديث يريد المسلمين يعملوا كده لما يجي لدي آية في كتابنا المقدس يتعب كده ويدور كل هؤلاء قالوا وقولوا اعمل ما شئت فقد غفرت لك وقولوا اعمل ما شئت فقد غفرت لك معناه ما دمت تزنب ثم تتوب غفرت لك ما دمت تزنب ثم تتوب غفرت لك يعني انت طالما انت بتزنب والتوب انا انا هاخفر لك ده مش مفهوم التوبة ده اعتراف بالزنب بس بالضبط انا غلطة انا غلطة انا غلطة فين التوبة هم ما بيعرفوا التوبة توبة في الإسلام يعني مش 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 واضحة مش مفهومة ولا مفهومة ولا يعرفوها كما عرفها أهل الكتاب من قبل سؤالي بقى فإن كان هذا هو مفهوم إله الإسلام وكاتب القرآن ونبي الإسلام فكيف نطلب منه برهانا قرآنيا على أية عقوبة للمسلمين على أية خطية ارتكبوها إذا كان بيقوله اعمل ما شئت نعم ما خلاص المسلم عنده أعمل ما شئت وأقول لنا اغفر لي نعم أستغفر أطرح خطيائي وبلوية على هذا الإله بكلمتين أنا خاطئ أنا خلاص اغفر لي اتوضى تنزل الخطايا من الأنامل كل دي أكاذيب غير صحيحة انتقل إلى وضع أبعد لو ما عندك أي مداخلة تفضل فمفهوم امتلاء كأس الخطية لحنا تكلمنا عنه في حلقات الحروف في العهد القديم أن الرب لا يعاقب لمجرد خطية عقاب بمعنى عقاب لكن الإنسان لما يصر على الخطية ويتمادى في الخطية ويمتلئ كأس خطيته امتلأ بيقول لازم الرب يعاقب هذا الأمر أيضا غير واضح وغير مفهوم في القرآن طبعا قدمنا آيات كثيرة من الكتاب المقدس خلينا أقول لك مفهوم القرآن أو مفهوم إله الإسلام لذلك هذا حديث صحيح مسلم في كتاب الزكر والدعاء والتوبة والاستغفار قال رسول الله يقول الله عز وجل يقول الله يعني إذن هذا في مقام القرآن هو نعم مش هو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يقول كاتب القرآن عفوا يقول رسول الإسلام هنا يقول الله عز وجل لما هو الله ما حطته في القرآن له من جاء بالحسن فله عشر أمثالها وأزيدوا ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر يعني هنا لي وعشرة وأزيد وهنا مثلها أو أغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه زراعا ومن تقرب مني زراعا تقربت منه باعا باعا اللي هو اليدين كده مع بعض نعم ومن أتاني يمشي أتيته هرولة أتيته هرولة وهرولة دي هرجع لها ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة شوف هنا بقراب الأرض يعني الأرض مليانة نعم الأرض مليانة يعني عوالت خطيئة بحجم ملأة الأرض ملأة الأرض خطيئة تعالوا أنا بغفر لك ده الشيطان بقى ده مش الإله لأنه إذا الكاسة ملأة وكان الإنسان مصر على الخطيئة وما فيش توبة يبقى فيها عقابة على طول إنما يخدعك ويستسهلك الخطيئة لو خطيئة ملأة الأرض كلها زي كده كأنه الأرض شوال كده كبيرة ملأة بالخطيئة على قدر حجم الأرض أنا حلقك بزيها مغفرة لا ده كداب إله كاذب لأنه إذا انتلأ كأس الخطيئة لابد من العقاب أنت فينك أنت لما ملأة الأرض خطايا وهو الحد الآن ما في قاضي عادل ليحاكمك أين قاضي المسكونة أين هذا الإله لماذا لم يعاقبك لازم يعاقبك الشيطان يلعب بالكلمات ركز على الشرك كأن الشرك لا يشرك بشيء بس إيه افعل الخطايا ده الإله لك بس ما تشرك بس تشوف الخطايا الباقي دي كلها ولا ليه يقيم بغفرها لك هو يعني مفروض الخطيئة دي موت أبدي قاتلة زي ما ذكرنا في حلقة سابقة أخذ المنظومة وما إذا أردنا أن نهلق قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها نعم دمر بسبب الخطيئة نعم لكن هنا ما بتعامل مع الخطيئة على أساس النمو ليه عشان يهلك المسلمين الشيطان ماشي هو صحيح ما هي دي الحقيقة دي الحقيقة طبعا الحقيقة التي علمها الشيطان صحيح لكن أظهر القرآن هنا أو اللي حاول ما هو الشيطان بيضرب بالنحيطين يعني هو هنا ظهر أو أظهر الله أنه غير عادل صحيح نفس الخطيئة يعملها المسلم ما فيش مشكلة لا أنت بس خليك موحد لكن بيعملها أي حد تاني لا هنا فسق نهلك القرية صحيح بعكس إله الكتاب المقدس الرب الإله شعبه اللي بيؤمن بي لما نجات الخطيئة أهلك أو دمر أو سبأ أو عمل كثير عمل عقوبات كثيرة أو خلى نتيجة الخطيئة تأخذ مجراها يعني إذا جاز لي التعبير صحيح شوفي هو لما نقل فكرة الكتاب المقدس الفكرة نعم أنه الرب يؤدي بالشعوب بسبب الخطيئة ذكر مثلا على سبيل المثال أنه كم من قرون أهلكنا من بعد نوح نعم أهلكتهم ليه بالزنوب صحيح بالنص يقول كده بالزنوب صحيح طيب لما في زنوب نعم ده لما أردنا أن نهلق قرية بس ما فيها زنوب ما قدر أهلك هذا الإله الغريب نعم أمرنا مترفيها ففسقوا في آد الوقت أقدر أهلك طيب أهلكتها بسبب زنوب عملوها مترفين شوية ناس فيها ده ملأ الأرض كلها خطيئة بالزبط كده صحيح ده فكرك ده فكر الشيطان الفكرة هنا فكرة الشيطان تماما نعم أرجع لقضية الهرولة وإن كان لا تعنينا في هذا البحث لكن صعب أننا أفوتا لأن الأخطاء ده أخطاء لهتية جسيمة في الإسلام حينما قال ومن أتاني يمشي أتيته هرولتان هو بهرول يعني الهرولة هي المشي السريع يعني يقول لما لقيت المحنة طبعا لقيت التفسير محن أكبر فماذا قال في التفسير قال وصفة الهرولة لله عز وجل كما تليق به ولا تشابه هرولة المخلوقين ده أخطاء لهتية يعني عنده إذن هيئة وعنده شكل بس هو ما زي شكلنا نعم وعنده جسم بس مش زي جسمنا هو كيف هو ما يعرفوش بس بهروله نعم بس هرولته ما زي هرولتنا يمكن برجع هرولة للخلف إحنا بنمشي قدام بنهرول للقدام هو يهرول للخلف ده ده بيوريكي إلى أي حد هذا الرجل لا يعرف يمينه من شماله صحيح صحيح هذه مشاكل لهوتية وورطات يقع فيها رسول الإسلام وكاتب القرآن صحيح نعود للخطيئة نحن نقول أنه حين يمتلئ كأس الخطيئة لابد أن الرب يعاقب هنا رسول الإسلام بيقول بص لو امتلأ كأس خطيئتك لو مليت الأرض بس أنت استغفر طب إحنا كيف نطلب منه ونقول له إمت عاقبت شعبك إمت عاقبت الأمة الإسلامية في القرآن على خطيئة إذا كان بيقول له هنا املاك الله ستعال قلنا غلطان ده الإله هذا إله الكتاب المقدس حاش إله الكتاب المقدس كان واضح الخطيئة أجرتها موت عمل موسى ما حرحمك شوف موسى العظيم الرب عاقبه داود لم يرحمه لم يترك له خطيئته وهكذا فإذن ده منظومة غير منظومة الشيطان تماما في هذا الإطار أقرأ هذا الحديث رواه أنس بن مالك حدث به الشكاني في الفتح الرباني وإسناده ثقات رجاله إسنادهم ثقات وحدث به الهيسمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات والذي نفسي بيده ده رسول الإسلام بيحلف والذي نفسي بيده يعني بيحلف بالخالق لو أخطأتم حتى تملأ خطياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم لغفر لكم ده واحد بيفهم التوبة لا ده ما بيفهم التوبة أي شخص يسمع كده آه يعني الخطيئة مهما كانت حتتغفر بس أقول استغفر الله العظيم أتوضى أروح الحاج أصلي خطيئة دي سهلة جدا فهنا تشجيع على الخطيئة دين واسع وهذا كذب لو يعني خطايا فردة وأمه ملأت ما بين السماء والأرض لا محال السيدة الرب سيتدخل ليعاقب هذه الأمة وهذا الفرد هنا بيقول له لا هذا الإله الغريب يعني بيقول له لا أنت بس قول استغفر الله ولذلك تجي تبعض الأحباء المسلمين ماسك سبحي يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله يعني هيغفر لك عشان بتقول استغفر الله ألف مرة هو بيكرر عشان في كل مرة هو ما عارف أخطأ إلى أي حد كم مرة أخطأ فبيحض قدام ألف استغفر يعني ولا لأي قيمة التوبة مفهومة مختلف نعمة الرب لازم بنعمة ربنا نعمل شيء عن التوبة في الإسلام أكيد إذن ما يقوله الوحي المقدس الذي يتناسب مع الإله القدوس وليس مع كاتب القرآن اسمع الوحي المقدس واندهش وتعلم ماذا وكيف يصنف الكتاب المقدس الخطيئة أمر جلل بص أمثال 14 34 يقول البر يرفع شأن الأمة البر وعار الشعوب إيه عار الشعوب بقى تتخيل إيه عار الشعوب الخطيئة عار الشعوب الخطيئة البر يرفع شأن الأمة عار الشعوب الخطيئة مش أغلط زي ما أنت أعاوز بس تعالي يقول لي أغفر لي أنا أغفر لي لا أغفر لك لا أدعار هل الإله ده اللي بيقول الخطيئة عار للشعوب اللي بيقول الخطيئة مميتة اللي بيقول أن الخطيئة ليس لها علاج إلا الفداء وجرتها موت أنت بتجي تقول لا 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 بس أنت مهما أزنبت مهما لو ملعت خطاياك السماء والأرض بس تعالي أغفر لي سامحني أنا أغفرها لك ده هو ذات الإله لا يمكن على الإطلاق يعني بنشوف هنا التشجيع على الرزيلة في الإسلام بأنه بس تعالي أغفر نجد هنا لا عار الشعوب الخطيئة في المقابل ده مقابل عار الشعوب الخطيئة عايز أقول لك يعني حديث يعرفوا كل المسلمين طيب هنا عار الشعوب إيه الخطيئة طيب بص كده في صحيح البخاري وصحيح مسلم واحد في كتاب الرقاق واحد في كتاب الزكاة عن أبي ذر إني سمعته أي سمع رسول الإسلام وهو مقبل أنا طبعا اختصرت الحديث طويل وهو يقول وإن زنى وإن سرق وإن زنى يعني أبي ذر ده قاعد الرسول راح ومشواره وقال طلعه مع بعض لقاب الليل ماشي فماشي معاه المهم راح مشوار الرسول ويجي راجع وهو راجع أبي ذر سمعه بيقول كده وإن سرق وإن زنى نعم إيه يعني وإن سرق وإن زنى فأبي زر بيسأله فقال فلما جاء لم أصبر فقلت يا نبي الله جعلني الله في ذاك من تكلم من اللي بيتكلم وده وإحنا مستمعين صوته وده كده في الحديث أنا بس اختصرت قال ذاك جبريل عرض لي في جانب الحرة فقال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شايف الله بالألفاظ لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فقلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى قال نعم قال قلت مرة تانية وهو لازم يعملهم ثلاثة وإن سرق وإن زنى قال نعم قال قلت وإن سرق وإن زنى فجبريل زهج بقى قال نعم وإن شرب الخمر إيه رأيك بقى أنت ماسكني في مرتين ثلاثة وإن زنى يا عم كماله وإن شرب الخمر بس هو ما يشرك ده شيطان نعم مش جبريل ده شيطان اللي كان بيكلمك يقول لك بص يشرب يسكر يزني يسرق كل شيء داخل الجنة بس ما يشرك نعم هو فيه شرك أكتر من كده مدى أصبح إلهك يصبح الزنى إله هو ماش وراه والسرق إله والخمر إله ما كله ده أصبحت أشياء ما يقدر يتخل عنها نعم فلا يوجد شرك أكثر من ذلك يقول له بس ما يشرك ده طبعا الأكاذيب هناك عار الشعوب الخطيئة نعم هناك الباب الضيق هناك من نظر لإمرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه ده مصنفة خطايا مميتة هنا لا وإن زنى وإن سرق ما في مشكلة املأ الأرض والسمى خطايا بس قلينة أغفر لي بأغفر لك ما عندك مشكلة أسأل بقى سؤال المعهود فإن كان هذا هو مفهوم إله الإسلام وكاتب القرآن ونبي الإسلام فكيف نطلب منه برهانا قرآنيا على أية عقوبة للمسلمين على أية خطية ارتكبوها ما فيش فرق كبير جدا بين الاثنين إبقى ده تعليم وده تعليم مضاد لبعض نعم 180 درجة صحيح أنا النهاردة لما أطلب من المسلمين يعطونا مرة عاقب فيها إلهكم عاقبكم على خطية ارتكبتموها في القرآن يعني حدث حدث مع الصحابة مثلا نعم وعاقبهم كجماعة لنم ارتكبوا خطأ الدونة ما فيه صحيح في المقابل لا نحن نقدم يبقى الإله الصحيح ده اللي بيعاقب شعبه انت صعبان عليك العقاب ما صعبان عليك الخطية عندك الخطية سهل احنا عندنا الخطية لا الخطية إلهنا قدوس بيرفض الخطية انت إلهك مش قدوس بيقول لك اختي بس أنا تعالوا وأنا بغفر لك يبقى ذا مش الإله الحقيقي تحب أنتقل لي عنوان آخر أكيد فتفضل أنتقل إلى الخطية وعلاقة الإنسان بالإله في إطار اللي أنا حقوله دادي الوقت في إطار الخطية وعلاقة الإنسان بالإله عايز أذكر أنه إحنا قرأنا اعمل ما شئت وقد غفرت لك ومعناه ما دمت تزنب ثم تتوب أغفرت لك في الوقت الذي علم فيه محمد أتبعه كل ذا اللي احنا قدمناه ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة وكلامه تعليمه الذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأوا خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم لغفر لكم نجد في الكتاب المقدس الأمر مختلف تماما شوفي في أشعياء 59 اتنين اسمع الإله الحقيقي كيف تكون ردود فعله وتعامل ضد الخطيئة شوفي أشعياء 59 اتنين بل آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم وخطاياكم سترد وجهه عنكم حتى لا يسمع إخلاص الخطيئة تصير فاصلة بين الله وبين الإنسان ما لم ترجع مش تتوب وانت ماشي في السكة بقاتك نعم وتغير قلبك وتغير حياتك وتتجه اتجاه آخر انت فاصلة بينك وبين إلهك الخطايا وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمعكم يبقى إذن لا هنا الأمر مختلف وإحنا جايين نطالب إله القرآن إنه يعاقب شعبه على خطيئة مش ممكن صعب يبقى بينما نجد هنا القداسة المطلقة في إله الكتاب المقدس نجد التهوين من الخطيئة وفعلها المميت هو مش عارفه الشيطان عارفه بس الرسول الإسلام مش واخد باله منه هو بينجل بس نجد في كلامه الرجل الكلام يشهد عنه اللغة تظهر مثلا الراوي أبو هريرة والحديث حدث به أحمد شاكر في مسند أحمد وحدث به الألباني في صحيح الجامع وخلاصة حكم المحدثين صحيح يا رسول الله إنا إذا رأيناك رقة قلوبنا لو لم تزنبوا هو بيقول لهم بقى يعني نحن بنقعد معاك بنشوفك بقلوبنا ترق هو قال لهم لو لم تزنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم هذا إله هذا هو الإله بيقول لهم أنتوا لو لم تزنبتوا هذا الإله الذي أعبده هذا محمد سيأتي بقوم يذنبون كي يغفر لهم إله غريب يعني هو عايز قوم يذنبون عشان يقول له استغفر استغفر الله وهناك إحنا الخطايا بيجي تفاصلة بين الإنسان وبين إله أو بين الشعب وبين الإله تماما ده مش ممكن يكون الإله يا أحباء يا مسلمين الإله لا يقول أنه عاوز يأتي بقوم يذنبوا عشان يغفر لهم ده ده خدعة بعمل الشيطان عشان تستسهل الخطيئة عشان الخطيئة ما في مشكلة بتتغفر لكن الخطيئة متى تغفر في اللهوت الكتاب المسيحي لما يرجع عنها الإنسان يغير القلب تغيير الحياة تغيير السلوك ده اسمها توبة لكن مش ماشي في نفس الطريق وتغلط بس استغفر الله ده توبة أو التوبة بمفهومها الإسلامي الغريب اللي هأعرض له مش عايز أتكلم عنه الآن بنعمة الرب صحيح مسلم كتاب التوبة كتاب اسم التوبة مسيحية التوبة ما يعرفون عن رسول الله أنه قال لو أنكم لم تكن لكم زنوب يغفرها الله لكم أيوة لجاء الله بقوم لهم زنوب يغفرها لهم ده التوبة كده يعني هو مسمي كتابه التوبة أيوة وبيتكلم عن أنه لو ما عندكمش زنوب هيرميكم ويجيب غيركم المهم أنه هيدي بقوم لهم زنوب نعم طب أنت يعني أنت غاوي إيه يعني عايز أقول لنا أنه غاوي غفران طب أنت مش فاهم التوبة نعم أنت بتغفر بالضبط بدون توبة نعم لأقول لك فيه توبة طب إيه هي التوبة الاستغفار 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 وأشياء أخرى ده التوبة في الإسلام نعم إذن ما زلت أضع هذا الكلام فإن كان هذا هو مفهوم إله الإسلام وكاتب القرآن ونبي الإسلام فكيف نطلب منه برهانا قرآنيا على أي عقوبة للمسلمين على أي خطية ارتكبوها يبقى إحنا كده يعني بنظلم المسلمين بنطلب منه شيء مستحيل مستحيل ما موجود عنده عشان كده المسلم مش عارف يرد على أو مش عارف يستجيب للطلب اللي أنت طلبته على مدى 8 حلقات بالظبط ولا حيلاقي تقريبا يعني مش حيلاقي حسب معرفة المتواضع للقرآن ما فيش المنظومة ده مش موجودة إنه الإله عاقب المسلمين في فترة قال لهم عبصوا عشان أنتوا زناتوا عمل كده مع الشعب بن إسرائيل زنوا قتل منهم بالوباء 24 ألف واحد حادثة معروفة في الكتاب المقدس وهكذا عشرات المرات صدقيني أقول مئات عاقب فيها الشعب وعاقب فيها أفراد بسبب خطيئة وعاقب أنبياء بسبب خطيئة هنا النبي يقول وإمرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها ده الإله إلا عاقب داود هو ده الإله اللي مدح يوسف كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله هو ده الإله اللي بيقول وإمرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي طيب إمرأة فرعون زوجة العزيز اللي عنديكو وهبت نفسها ليوسف ليه ما عملش كده عشان يعرف الله ده ما بعرفش الله يوسف يعرف الله كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله بينما رسول الإسلام حق تشريع لنفسه وإمرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين بتاعتك لوحدك وبعد كده تقولوا ده فلما قضى زيدهم منها وطر نزوجناك هذا رسول استفيقوا لحياتكم الأبدية أنتقل لعنوان آخر لو ما عندك اتفضل أي مداخل أشكرك أنتقل للتقوى والكمال النسبي في ذات الإطار نجد دعوة المسيح لنا أعلى من مستوانا دائما 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 عزيزي المسلم ستجد وصايا المسيح أعلى من مستوى البشر طيب نحقق إزاي لما أعلى من مستوانا هو وعد إنه سيحقق من خلالك وزي ما أنت شايف المسيحين يعيشون وصايا المسيحة التي هي أعلى وبالتالي أنت بتشوف سمو المسيحين ومحبتهم وغفرانهم ومقوتهم هذا لأن إلههم رفعهم أعلى من مستوى البشر قالها صراحة فإن أحببتم الذين يحبونكم يحبونكم فأي أجر لكم أليس الخطايا فعلون ذلك بس أنا عايزة متميز تحب اللي ما بيحبوك هذا أمر صعب إلا بقوة إلهية فهنا كلام المسيح في الموعزة على الجبل فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم أباكم الذي في السماوات هو كامل فبيطلب مننا الكمال النسبي يعني الكمال النسبي يعني ما فيش إنسان عايش في طبيعة البشري بقى عنده كمال مطلق الكمال المطلق لله وحده لكن الكمال النسبي اللي هو يستطيع الإنسان أن يعيشه حيكون فيه سهوات لكن ليست هي سمة حياته نعم حيكون فيه سقطات غير مقصودة لا يقصدها لكنه يسعى دائما إلى الكمال في اتجاه الكمال مستمر نعم وليس في اتجاه الخطيئة بس اخطئ وتوب لا الكمال هو سعي للكمال إلى أن يدرك ويحقق هذا الكمال في ملئه في الملكوت لما يبقى في حضرة المسيح طيب فماذا عن المسلمين إذا كان هنا بيقول لنا عن الكمال أروح لسورة التغابن 16 فاتقوا الله ما استطعتم سورة التغابن فاتقوا الله ما استطعتم طيب هي كانت كذا ديت تغابن 16 هي ما كانتش كذا هي كانت في العمران رقم النص 102 يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته كانت حق تقاته بيقول فاتقوا الله ما استطعتم بالمناسبة أرقام ترتيب الصور سورة حيال عمران 89 كانت كذا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته بعد كام سورة لما المعرفوش ولا فهمه ولا رضيين فاتقوا الله ما استطعتم رحنا للطبري قال لك فاتقوا الله ما استطعتم نزل بعد قوله اتقوا الله حق تقاته تخفيفا عن المسلمين وأن قول فاتقوا الله ما استطعتم ناسخ قوله اتقوا الله حق تقاته عن قتادة هذه رخصة من الله والله رحيم بعباده هو الدين يكون للأسمة ولا الدين يكون للأسوأ يعني أنت النهاردة اتقوا الله حق تقاته المفروض تيجي وصية تسموه بأكتر من كذا والتي يجي وصية تحذرهم ما استطعتم طبعا المفروض كان العكس يعني المفروض كان تفضلي يعني هما بيحاولوا هنا يقول لك لا ده أصلا يعني هي مش ناسخة البعض هي الاثنين مع بعض فاتقوا الله ما استطعتم حق تقاته ويبقى زي حق تقاته حق تقاته ما يليق به فهل ستستطيع ما يليق به حق تقاته نعم لكن الغلبية اللي قدي ناسخة نعم الشيعة نفس الشيء القمي قال علي بن إبراهيم في قوله فاتقوا الله ما استطعتم ناسخة لقوله تقوا الله حق تقاته هناك بيطالبنا بالكمال كونوا كاملين نعم نعم كما أن أباكم الذي في السماوات كامل هنا بيقول لا أخذ تخفيف على المسلمين الطوصي قال قتادا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ناسخ لقوله تقوا الله حق تقاته كأنه يذهب إلى أن فيه رخصة لحال التقية وما جرى مجراها مما يعظم فيه المشقة وقال غيره ليس بناسخ وإنما هو مبين لإمكان العمل بهما جميعا وهو الصحيح لأن تقديروا اتقوا الله حق تقاته فيما استطعتم فيما استطعتم اتقوا الله حق تقاته هي هي على قدر ما تستطيع صحيح أنا مش على قدر أستطيع أن أنا أسامح جاري ده مش قادر عليه خلاص اتقل الله في أنك في الموضوع ده ليس لازم تسامح جارك لازم تحبه لا ما استطعتم يبقى فين حق الله لما هو حينزع الغل فوق في الجنة بعدين أخذنا الحلقة دي نعم أخذ بهذه العبارة فإن كان هذا هو مفهوم إله الإسلام وكاتب القرآن ونبي الإسلام فكيف نطلب منه برهانا قرآنيا على أي عقوبة للمسلمين على أي خطية ارتكبوها أنا أعرف أنه سؤال صعب وأعرف أنه فيك أحباء مسلمين كثر بحثوا ولم يجدوا ومنهم من يبحث إلى الآن ولو سمحتوا من يجد فليرسلوا إلينا حتى نقول وجدنا في القرآن الإله عاقب الصحابة عاقب المسلمين لأنهم ارتكبوا هذه الخطية أو تلك الخطية عاقبهم عقاب واضح هناك كان قتل هناك كان تأديبات لله في الكتاب المقدس عايزين نشوف تأديب عقوبة إله الإسلام في هذا الإطار للمسلمين أنا كده على الأقل خلصت طبعا إحنا خدنا مجرد رموز لكن لو دخلت تلاقي البلاوي كثيرة جدا نعم نعم طيب إحنا يعني إحنا ماشيين في نفس السكة إحنا خلصنا الحروب في العهد القديم وبيناها لكن دي خليني أقول تداعيات موضوع الحروب وبناخدها إسلاميا ومسيحيا بس حنوصل للوقت اللي حنتكلم فيه عن عقوبات الرب الإله للمسلمين تمام الحقيقي بقى الإله الحقيقي الإله الحقيقي هل هو عقبهم ولا اللي هو ما موجودة في القرآن اللي هي ما موجودة في القرآن ولا موجودة في المنظومة الإسلامية نعم صحيح طيب أنا يعني أنا بشكرك كثير جدا أنت وضحت أمور كثيرة كنا محتاجين أننا نفهمها لأحباء المسلمين أمور كثيرة غايب عنهم صحيح وبيقرأ القرآن يعني معلش سمحوني لا يتجاوز حناجرهم يعني زي ما قال النبي بتاعهم فأنا بشكرك كثير وبشكر المشاهدين بشكركم كثير جدا المسيح بارك حياتكم صلوا لأجلنا كثير نحن محتاجين صلواتكم ونشوفكم أكيد في حلقة جديدة اشتركوا في القناة